في خطوة استباقية لمنع الفيضانات على تستردات وطرقات في بداية موسم الشتاء عقد اجتماع موسع في وزارة الأشغال العامة بين وزيري الأشغال العامة والبيئة في حكومة تصريف الأعمال علي حميه وناصر ياسين بحضور ممثلين على المجلس الإنماء والأعمار ومتعهدي أشغال وتنظيف مجال تصريف مياه الأمطار ومتعهدي رفع النفايات عن الأتستردات وطرقات العامة والمعنيين في الوزارة وفي مؤتمر صحفي مشترك تحدث حميه عن خمسة أركان أساسية يجب أن تتوفر لعدم حدوث انسداد على الأتستردات نحن شغالين والشغل ماشي نحن عم نقول شو هي الأركان اللي بتأدي إلى حفظ السلام العامي بالكامل نحن شغالين نحن بالعواصف منعزز وجودنا لكن نحن مش وقفين عن الشغل وبلشنا من ناحيةه ناشد ياسين بزارة الطاقة والمياه والبلديات ضرورة رفع التعديات عن المجاري 44 مجرى شتوين موجودين بكل أراضي اللبنانية وهذه للأسف معها بيزير فيها إلى أي صيانة عندما يفيد الأتسترد بيكون مبلش من فوق بيبلش من هذه العمل اللي بيصير بشكل مخالف لأنون بشكل عشوائي وتوجه حمي بجولة ميدانية في منطقتين طبي ونهر الغدير وذلك لمعينة الأعمال الجارية فيها عن كثاب التعاون والتكامل بين الجميع بيؤدي إلى نتائج تحفظ سلامة المارة على الأسترداد وذكر حمي بأن أبواب البزارة مفتوحة لي استفسار حفاظا على سلامة المواطنين